بما نقله لنا مراسلون من حصبية غارة إسرائيلية على هذه البلدة بلدة حصبية جنوب لبنان ومن هناك يعود للانضمام إلينا مراسل التلفزيون العربي صابر أيوب صابر إذن نشاهد هذه الصور هل توضحت لديك طبيعة هذه الغارة وحجم الأضرار البشرية والمدية هنادي في الحقيقة هي غارة ضربت شاليهات أو مساكن للصحفيين عدد من الصحفيين من القنوات التلفزيونية محلية وعالمية في هذه المنطقة كما تشاهدون هذا ما تبقى خودة الصحفي وسطرة الواقعية للصحفي في هذا المكان لحد لا نستطيع أن نؤكد عدد الشهداء لكن الدفاع المدني اللبناني وصل إلى هنا إلى هذا المكان هناك شهداء فعلا لكن لا نستطيع تأكيد العدد حاليا لكن هناك عدد من الشهداء من الزملاء الصحفيين والمصابين أيضا هذه سيارات للصحفيين يتنقلون فيها في العادة هذه الشاليهات معروفة مؤجرة للصحفيين هم جيراننا في هذه الشاليهات ببلدة حصبايا التي تستهدف لأول مرة تقريبا لا أستطيع أن أحدد في هذا الظلام كم عدد من الشاليهات تم استهدافها لكن على الأقل ثلاثة هنا مسحت كما ترون لم تعد هنا هذه الشاليهات في الجهة الأخرى تضرر المسكن المجاور في الجهة الأخرى في هذا الجهة أخرى مصابين أيضا كلهم صحفيين طيب صابر السحفيون المقيمون في هذه الشاليهات الدفاع المدني الآن يتولونه نعم هل هم من جنسيات عالمية وعربية ومحلية أيضا هنا صحفي مصاب نعم هي قنوات تلفزيونية محلية وعالمية أيضا نتحدث عن عدد من القنوات العالمية وأيضا المحلية هم جيراننا في هذه المنطقة هناك مصاب داخل هذا الشالي الذي بقي نوعا ما وتضرر جراء الغارة التي مسحت على الأقل ثلاثة شاليهات في هذه الجهة ليس فقط مسكن واحد لكن ثلاثة معنا فريق هنا من الدفاع المدني هنا يعمل في هذه المنطقة لتحديد الخسائر كما ترون شاليهات بأكملها مسحت كانت مساكن للصحفيين في هذه المنطقة واضح أنها استهداف للصحفيين السيارات كلها هنا في هذه المنطقة مرقمة ومكتوب عليها بشكل واضح أنها للصحفيين ربما ليتقدم المصور هنا لنشاهد أيضا حزم الضمار في الشاليهات المجاورة أيضا المجاورة للشاليهات التي استهدفتها الغارة مباشرة هذه واحدة هنا أيضا مساكن الصحفيين في هذا المكان لو تتقدم الكاميرا قليلا الزميل المصور هذه هي المساكن مساكن الصحفيين عبارة عن شاليهات صغيرة مجاورة لبعضها البعض فرق الدفاع المدني تعمل على تقييم الخسائر لكن نستطيع أن نؤكد أن هناك شهداء على الأقل ثلاثة شهداء من الصحفيين لا نستطيع في هذا الظلام التأكيد من أي قناة وإن كانت قناة محلية أو دولية لكن ثلاثة شهداء على الأقل من الأطقم الصحفية بين مصورين ومراسلين في هذه المنطقة هذه هي الشاليهات التي يستأجرها الصحفيون هنا أو يسكنها الصحفيون هنا في هذه المنطقة تضررت أضرار كلما ابتعدنا عن المكان أو موقع القصف ربما نهزيح الطريق أمام الدفاع المدني هناك إصابات وشهداء أيضا في الأطقم الصحفية من مراسلين ومصورين البعض أصيب أيضا بسبب الغبار تطاير الغبار والأدخنة كانت الرائحة شديدة روائح شديدة جراء هذه الغارة روائح التقاء الإسمنت أو التقاء السواريخ المعدن بالإسمنت أفرزت روائح قوية جدا لم يتحملها بعض الزملاء الصحفيين في هذه المنطقة لكن كما ترون عدد من مساكن الصحفيين موسحت تماما وبقية المساكن أو الغرف تضررت هنا مصاب داخل هذا الشالي الذي تضرر جزئيا موسيقى